موسيقى صباح الخير وأهلا بكم إلى كلام بيروت عودة الروح للمؤسسات احتل صدارة صحف بيروت التي أبرزت منتهى إليه لقاء رؤساء الثلاثة من قرارات أدت لطي صفحة الأزمة الأخيرة بين الرئاستين الأولى والثانية ومن نتائج الانفراج الرئاسي اجتماع المجلس الأعلى للدفاع اليوم ومجلس الوزراء غدا في قصر بعبدة في الوقت نفسه تصدر نبأ زيارة مرتقبة لوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية للبنان منتصف هذا الشهر بعد تمهيد يقوم به حاليا مساعده ديفيد ساترفيلد الموجود اليوم في بيروت هذه العنوان وغيرها وبالطبع العنوان المتعلق بالانتخابات النيابية سأتابعها مع ضيفي الكاتب الصحفي بجريدة النهار الأستاذ إبراهيم بيرن صباح الخير أستاذ إبراهيم أهلا وتهلا بك أحدناك من انشغالك اليوم بجريدة النهار بالأعداد للعدد الحدث يلي رح يصدر بكرة هذا العدد الكل في جريدة مبروك بداية شكرا ورح نحكي لاحقا بسيء الحلقة عن ليش هذا العدد اليوم شو المقصود منه هل إله علاقة بشكل أو بآخر بموضوع الانتخابات النيابية ومن سيأخوض غمارة إنما دعنا نبدأ بالعنوان الأساسي وهو السياسي عن مراحل الأزمات في لبنان كاريكاتور أرمى حمصي اليوم أيضا بجريدة النهار حمل هذا العنوان الدخول بالنفق الأفق المسدود وبعدين خروج من غسالة يعني نسبة لتعبير غسل القلوب يلي عم يجري التداول به توصيفا لما جرى بالأمس هو دايما هيك مؤدد دايما ندخل بلفق ونخرج منه يعني بيهل بالهمية اللي حدث مبارح إنه لأول مرة بتحسي إنه في يعني سعي من القوى اللبنانية من الرؤساء اللبنانية إنه هني عالجوا الأزمة يعني فجأة كان في أزمة فجأة يعني وصلت لذروتها ومن ثم يعني بادر الأقطاب الثلاثة في جمهورية إلى يعني معالجة هذا الموضوع بالزمنات بتعرفي كانت القصة طويل وتنزف لا اليوم يعني على الأقل في قدرة عند يعني الطبق السياسي في لبنان على إنتاج تسويات معينة بلحظة محتدمة يعني نحن بلحظة بتعرفي وصلوا على الحدث وما الحدث وما أدراك ما الحدث ظنناينا أنه الأمور باتجاه يعني فلتان أمني وباتجاه إضراب سياسي يعني شلل من المؤسسات والحكومة وإلى آخره خصوصا بعد ما هدد يعني مصادر حركة أمل أنه بنا نقاطع المجلس الوزراء وبنا إلى آخره بلحظة الغضب السياسي الساطع يعني لأن لا يعني مبارح صار فيه اجتماع واضح تماما أنه الأقطاب الثلاثة عطوا انطباع يعني كانوا حريسين كلهم بدوره على إعطاء انطباع أنه هذه الصفحة قطويت وبالتالي فتحت صفحة جديدة عنوانها لعاودي إلى المؤسسات مثل الفضلتي قلت عطاها رئيس بل علامة عشرة على عشرة هو أستاذ بحق له يعطي يعني فرما حدثتك أدعتي تعلمة نيحة المهم متريحنا إلا أنه يعني لحظة الغضب مثل ما لتلك مثلا بنتي تشتغل في الجامعة الأمريكية بقيت من الخمسة إلى التسعة ونحن يعني لوصلت على البيت بأول الضاحي فمناش نعيد هاي القصة ونزيدها أصلا مبارح شو صار بيعرمون كمان يعني ليش هال الاحتقان يعني صحيح يمكن اللي صار هو خلاف فردي مش على علمي فيه يعني احتقام بين حزب الله والحزب التقدم الاشتراكي بس شو اللي صار بلحظة معينة ما بعرف يعني على الأقل الرجل سلم حاله يعني اللي أطلق النار مثل ما حسب ما ذكرت أو ذكرت بنشرة بمجلة الأخبار عندك وأنه في معالجة للموضوع وعادة كان فيه يعني هاي المنطقة بالذات تعرفي منطقة مختلطة من كل يعني الروافد إجيت عليها وكان فيه اجتماع دوري للجنة مشتركة للقوى التاليتي يعني أو أربعة كان حركة أمر حزب الله حزب الديمقراطي برئاسة الأمير طلال رسولان والحزب التقدم وكانوا دائما يعني يعملوا معالجات ليه بدأت تكون هالاجتماعات ونحن اليوم بزمن آخر يعني هلأ هي وقفت من فترة بعيدة وقفت يعني معنا قوة أمنية يعني ليش هيك فيه انطباع يعني حتى مبارح يلي بيشوف المواقع التواصل أستاذ براهيم مع أنه أكيد ما يمكن مش مرتبتين ببعض فيه إعادة نشر للفيديو لوقت النائب بوليد جنبلات بأحداث سبع أيار نزل على الشارع وصار عم يهدي الناس يعني فيه إعادة يعني وكأن فيه هدف هيك إعطاء صورة معينة أو إثارة خوف معين تعتبر هالشي مقصود أم لا يعني إذا تكررت القصة مثلا اليوم وإذا ما ضبطت بقلك بلش نحكي بالموضوع وأنه ممكن تكون ذاته بعد مستقبلي وذاته خلفيات ماضي بس حتى الآن عم بحكيك كسعفي يعني ما عندي يعني ما يؤكد أنه في مشكلة يعني بهاي المنطقة بالذات إلا أن تكون عابرة إلا مثل كل شيء يعني بلحظة معينة تعرفي هالوسائل التواصل علينا أن نخشى تفاكم هاللحظات مع الانتخابات لا حتى الانتخابات يعني اللي صار بمنطقة الحدث عطى إشارة للكل أنه في لحظة من اللحظات يعني الكل بصير رأبة تحت المقصة مثل ما بيقوله ومنح اللي صار يعني معالي شيء يعني الشارع بجر شوارع بهذا المعنى يعني هاي القصة اللي عبي صارنا عارفينها كلنا وكلنا جربناها وكلنا حرقنا صبيعنا فيها مش نحنا يعني كل القوة السياسية كل القوة السياسية بآخر مرة كأنه تعلم يعني أنا بيلك كمراقب سياسي نعم أنه بالفترة الأخيرة يعني بهاي اللحظة الكل على الأقل حركة أمل يعني هاي تنكون أنه ضبطت وضعه تعرف كنتم صعده وإلى آخر لا بهاي اللحظة صار فيه إحساس عند كل الناس أنه القصة مش 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 لعبه وعابه يعني ما قدش كان في دور للأمين العام للحزب بترتيب لقاء الأمس كان فيه دور على الأقل اللي بقى نعرفه يعني كان فيه دور بمعنى تهديئة الوضع على الأرض وبالتالي إبعاث رسالة للطرفين أنه هاي القصة يعني اللعب يعني ما عد ينسى مع فيه لأنه القصة صارت خطرة هذي اللي بيعرفه يعني على الأكيد وفيه جزم كان من قبل الحزب بالفترة الأولينية بتعرف الحزب حاولي لعب دور سياسي مثل الرئيس الحريري مثل أي قوة تانية معنية انكفأ هو ما كتير لعب هذا الدور يعني بالعال انكفأ هو طبيعة العمل عند الحزب هاي طريقته بيحاولوا وقتل بيلاقوا صدق من الطرف بيرجعوا فهاي وحتى الرئيس الحريري طعرف هير وقال وقال وقعطى تصريح أنه بدنا نعمل شي شوي بتعرف طرح التصريح الشهير من الرئيس بري فبتالي اتراجع بهاي اللحظة هو باللعب السياسية باللبنانية تحديدا أحيانا بتترك الأمور لتاخذ مدايها الطبيعي يعني أقصى حد بتعمل هيدا الطبيعة بلبنان يعني هني أحيانا بيكون سموها الرؤوس الحامي بتعرف استخدم هذا التعبير بلحظة معي يعني صار فيه رؤوس حامي بتعرف وفيه يعني طارات أديمة وتصفية حسابات عمرها من عمر انتخابات جزين خلق لا رح ترجع تتكرر بمشهد مكرر مسموحة يعني بهاي اللعبة بهاي القطر نحن نسمح فيها هالأقل مطلوبة بي انه والله عم نتصارع على مقعد بجزين عم نتصارع على قضية ببيروت عم نتصارع على كذلك بس أن تتحول المسألة إلى حرب واحتراب وعودة لثقافة الحرب ومناخات الحرب هذا مرفوض على علمك رئيس عون طلب بمشاركة الوزير جبران بسيل بنهاية اجتماع الأمس لمدة عشر دقائق لحتى يتصافح مع الرئيس بري ولكن رئيس بري رفض هذا الأمر جريبة الديار شفت بس ما حقيقة ما سمعت شفت مبيرح يعني النائب الانعون كنت نحن نحن بحلقة بل شئ اسمه سألته عن جو الاجتماع المنيع سألته مثلا عن موضوع اللي له علاقية مرسوم اللي هو قص المشكلة مرسوم الأخدمية نعم إذا كان إلو علاج عم بيقول أنه ايه يعني فتح هذا الموضوع وأنه بلش فيه يعني قنوات خلفية تولت هاي المسألة هذا اللي بعرفه يعني بس موضوع اللي عم تحكي فيه جريبة الديار هي خصري عنده يعني مستفردي فيه متفردي فيه إذا كان دقيق هالكلام شو بيعني بيعني أنه بعد القصة يعني بموضوع ما يتعلق بالوزير جبران بسيل وتصريح الشهير المستعجل يعني واللي هو يعني ما كان إلو يعني ما حدا بيقبل فيه بعد ما نحلت هاي القصة بأي حال جريبة الجمهورية كمان علمت أنه هذا اللقاء بالأمس لم يتطرق للفيديو اللي تم تسريبه وللأزمة بين الرئيس بري وحركة أمل من جهة والوزير بسيل والتيار الوطني الحر من جهة تانية بناءا على اتفاق ضمن مسبق بأن تأخذ هالمعالج الأزمة مسار مختلف يعني فينا نقول أنه بعد ما حل هذه الأزمة بما يتعلق بهذا الموضوع إيه بس ما هو هذا الموضوع اللي فجر الأرض والشارع يعني شو ميكون عملنا اللعبة يعني هي فيه عملية مراحل حتى ما نحرق المراحل يعني على طريقة الوزير جبران بسيل بيضلوا يمارس عملية لا فيه مراحل يعني المشكلة مركبة ومعقبة مثل ما بتعرفي مثل ما قلنا يعني بدلشتنا عندي خبات جزين اللي هي قصة المرسومة الأقدمية إلى الكلام أو يعني الفيديو طبع البترون الشهير المسرب بقى بدل بدل علاج يعني متأنني و يعني دقيق بعده مطلوب اعتذار من الرئيس بره حتى الآن ما حدا فيه بحث عن حل هلأ شو هو كيف شو هو الحل اللي ممكن يرد الرئيس بره هيك سؤال معكوس يعني خطوة ما من الوزير جبران بسيل تجاه الرئيس بر يعني بهذا المعنى هم برح كان عم بيقول انه في حدا غلط في غلطة الشاطر بألف فبالتالي انه ايه فيه اقرار داخل التيار الوطني الحر عم بحكي بالشي اسمه انه ايه غلطنا بحق هذا الرجل يعني وما كان لازم الامور تجي توصل لها المرحلة وبالتالي فيه مطلوب من الوزير جبران بسيل على وجه التحديد حكيت عن الرؤوس الحامية مفترض تبرد شوي لم يبلج الوزير جبران بسيل علاية مسئولية بهذا الاطار فيه معالجة الموضوع مع بصرف النظر عن اذا كانت هو اعتذر تاني يوم اللي صارت تسري بالفيديو معتبر اعتذار اسفة اسفة لحصول هذا الامر بنهاية المطاف هو كلام ينقال يعني مش انه فعلا عمل يعني كلام ينقال بكل السالونات بالزبط بالزبط انا هذا ليش بدو ياخد هذا البعد ويعني ليبدو الامر شفنا تاني يوم نواب بالتيار لن نعتذر ومش نحن اللي من نعتذر وكلنا مع الوزير جبران يعني مش كله مش كله فيه اتنين تلات معلش اللي من نمدأ بتكون الشغل صغيرة بتكبر كتير استاذ ابراهيم لتبدو مستحيل بنهاية الموضوع هو بلبنان متما تفضلت قلت يعني كل القوى بتحكي عبعض البعض بالصالونات السياسية نعم طيب وفينا نحولها الى فيديو ونحطها على تلفزيون معين مش عم بهجم التلفزيونات بس انه فيه خطأ يعني بالبلد ما هو هاش والمعادلات فيه ريكبه هاش يعني هو مهيئ والارضية شو بدك تسوي يعني هذا البلد وهذه الطبيعة طيب انت بتعرف انا بعرف يعني فبالتالي اذا بدك تعمل مشكلة بالبلد فيك كل يوم كل لحظة مش بس الفيديو بس المطولي والعظمي انه تهدي الامور وهذا ما جارب هذا المطلوب يعني باي بموضوع اللقاء بالامس جريت المستقبل اللي اعتبرت انه هاللقاء اعاد مياه الوفاق الوطني الى مجريها علمت انه تم التوافق على احتمال فتح دورة استثنائية بحال اقرار موزن بلا شي يحكو فيها يعني بناء على اقتراح من الرئيس بري وايضا على سيغة حل لمرسوم الاقدمية يحفر حق ضباط الاقدمية ويضمن السير بمرسوم الترئيات ممكن يكون هون في فصل بالمرسوم يعني ببعرف بالضبط شو الاوجه القانونية بس على الاقل هذا الموضوع نحط بشكل جدي يعني لا ينهي المشكلة ايضا بشكل اللقاء بالامس لفتني انا وعن بقرأ كل هالصحف توصيفه بالترويكا بلقاء ترويكا هيدا التوصيف يحيى عندك يحيى عندك امر ايجابي ام لا لا هذا الترويكا يعني اللي هي بلشت بعهد الرئيس الله يرحمه ليس لهراوي ليبتعرف اخذت حتى الرؤسة الثلاثة اللي انا ذاك حاولوا فيما بعد يتنصلوا منها ترويكا وكأنك انت عم تحصل البلد بثلاث اقطاب وانه ثلاث رؤوس بالبلد وهي يعني جسم بتلافة رؤوس هذا العودة الى حقيقة مش مأنوسة يعني مش مش لطيفة لانه يعني نحن بنى عصب بالبلد يعني بنى قوة سياسية تتمسك شوي لا تقدر تمشي لانه هذا البلد هايك طبيعته فلكن العودة الى الترويكا بهذا الصفة وبهذا الشكل يعني ما اعتقد انه ويردي او على الاقل ممكن رؤساء ثلاث يدخلوا فيها بهذا الشكل الفرج اللي عم ناكي فيه هلأ خلينا نقول انه هلأ روى قولنا الوضع وبردولنا الاجواء وبردوا الرؤوس الحامي وبلشوا يعني يعربوا عن استعداد انه بدوا نفتح صفحة جديدة عنوان العريض العودي الى المؤسسة بنا نقول تسوية جديدة ام هي انعاش لتسوية العام الماضي انعاش للتسوية اللي قتت بالرئيس عون رئيسا للجمهورية ام تسوية وفق اسس جديدة هي التسوية الماضي ما بعرف اذا الرئيس بري شريك فيها يعني خلينا نكون صريحين هي بتعرف ثلاثية الابعاد ما كانش فيها الرئيس بري وكان ضده بالعكس بتعرف في مجلس النواب شو صار فيه هلأ هل الرئيس بري ادخل بالتسوية من جديد سؤال مطروح حقيقة شو شروطه شو بده هو بالجوهر اللعبة السياسية فيه شغلة فيه حدا عم بكرس اعراف فيه مرحلة انتقالية رئيس بري بده دور العراب الدائم للتركيب السياسي هاي طبيعة بتاع هون المشكلة هون الاصبع على الجراء فيه واحد تاني عم بيقولوا لا انا عندي لعبة جديدة وقواعد وشروط جديدة لهاي اللح باللي هني طيار الوطن الحر اللي هلأ متكئة على حليفين قويان طيار المستقبل وحزب الله نعم طيب وفيه متضمن ابعد من هك فيه حدا عم بقدم حاله اه فيه حدا عم بقدم حاله انه هو صار بالاول وفيه ناس تانيين بفعل التسويل اللي عم تفضلي فيها صاروا بالتنين اللي هني الرئيس بري ونائب ولي الجملات فيه حدا عم بيعترض يعني هو المشكلة من يحكم لبنان اليوم هي هاي المشكلة التلخيصة ايه ايه بس وكيف على اسسط ما هي هاي التجربة تجربة ما بعد الطائف ككل تجربة حكم البلد وتنظيم حكم البلد والعلاقات بالبلد كان فيه شخصية قوية الله يرحمه رئيس شهيد رفيق الحريري كان يدور الزوايا ويتقن يعني يعني بمعنى يوجد حلول بلحظات صعبة نعم الآن بعد رحيل السوري وبعد يعني التطورات الأخيرة خصوصا بعد التسوي اللي حكيتي عنها من سنة وشوي فيه لعب جديد هلأ بلنا نشوف فيها يعني لاش اه فيه رئيس جمهورية مختلف بأصر بعبدة اه لطالما وصف بالرئيس القوي اه او الاكثر تمثي فيه حدا عم بحاول ينزع منه هاي الصفة اللي عم تفضل فيها ايه يعني بنهاية المطاف فيه عجلة سياسية بالبلد يجب أن تدور كما يعني مثل ما هو لازم بكل الدول بلدك القوى هاي الوظيفة ويقبل فيها لحد الآن فيه يقولك أنه الرئيس بري بعد مش قابل ما زال منذ انتخاب الرئيس لليوم عم بيحاول يعني مش قابل ام فيه كمان خلفية تكريس التوقيع الشيعي بكل يعني تكريس هذا العرف للمرحلة المقبلة وحقيبة المالية تكون للشيعة يعني ارساء عرف جديد مثلا هذا جزء من اللعبة جديدة يعني او على الاقل هذا العنوان التي يعني يتم التستر به نعم من هال منطلع للعب اللي عم نحكي عنها فعم نقول نحن انه يمكن تاخد قصة بعض الوقت هلا انا سؤالك يعني انه هل انتهت القصة بهذه التسوية الجديدة قلتلك لا يعني اعتقد انه بعد يعني بعد فيه مجال للعب اذا صح التعبير بمعنى تفرض هاي الشروط الجديدة من قبل بعض وين المكونات الاخرى من هذا الموضوع لا يعتبر ذلك انقلابا على الطائف يعني اذا كان كل الهم مثل ما كانت اوساط الرئيس بر تقول هو الحفاظ على وثيق الوفاق الوطني على الطائف ما تفضلت به منه مناؤد لهذا الكلام يعني لا لا يعتبر مؤتمر تأسيسي بشكل هيك انثيابي لا يعني مش هيك فينا نسأ مش تأسيسي ما انت عم ترجعي مثل ما قلت عم تلمع تأسيس مرحلة جديدة ايه اوكي يعني هاي القصة انو يمكن الكلمة بتعمل حساسية بس ايه في مرحلة جديدة في رئيس جديد في رئيس قوي في رئيس على اقل يعني اعتدنا على بلد فيها شوائز سنتين ونص نعم وقبل كان في رئيس تعرفي يعني محسوب على فريق مش فريق التاني لا هلأ فيه طوية معانو الفريق اللي قاتى به معانو الفريق اللي قاتى به هيك بتصير لامور فبالتالي لا انو فيه حاول فيه محاول لتكريس اعراف انا قلت قبل مرة باللعب السياسي الداخلية والادارية والحكم والسلطة واستخدمت تعبير العراب في حدا بدي يلعب هذا الدور في حدا عم بيقوله خلص هذا الدور حزب الله هذا الامر يأتي بدوق اخطر منه ام كما ذكر اليوم هيك عم بقرع من جريدة الانباء الكويتية الانباء الكويتية نعم ليش بكر الثناء الشيعي باعلان التحالف من بين الامور يلي عددها بيقول انو فيه انصار معتردين من يعني من حزب الله لانو فيه سخاء هذا الموضوع سخاء من قبل الحزب حيال امال غير النيابة والعمل السياسي ليصل ما يوسف باحتكار حركة امل للمناصب والمراكس الشعية يعني من هات المطاف هذا التكرار لشي كاتبه انا حقيقة مش وانا تطرقت الى هذا الموضوع بصراحة حزب الله يقف مكتوف الايدة حيال هذا الموضوع موئية منه يعني هيك بده تصير الامور متل ما عم بتصير يعني موافق الرئيس بري بموضوع يعني ما يتعلق بمرسوم الترقي اعطى رأيه الحزب وان بخفر مش بقصة مرسوم الترقي بتكليز اعراف جديدة ما كتير هو يعني مهتم بهذا الموضوع طالما القصة عنده انه في يعني عاطي حيز للرئيس بري بهذا الموضوع او على الاقل حرية التصرف بموضوع ما يتعلق بالحصة الشعية بالدولة هو بهمه الاستقرار بهمه متل ما بلغه انه انا يعني البلغ هو العماد عون او على الاقل تيار الوطن الحر انه اذا انتو قتلتو انتو رئيس بري نحن رح نكون مع رئيس بري وبلغ رئيس بري بالوقت نفس في معادلة دائية انه نحن علاقتنا بالتيار الوطن الحر طرقى الى مستوى العلاقة الاستراتيجية ما منلعب فيها ما منراهن عليه فكيف كيف يعني تقدر تحافظي على هالعلاقة المركبة هايك الدقيقة وموزوني بميزان الذهب مثل اقول هون البطولة شفنا الحزب والله يعني خلال 3-4 ايام كان سيكت باليوم اللي احتدمت فيه الامور وصار فيه حادث الحدث اتغيرت الظروف تليفرط تسويه وانا كتبت اكتر مرة انه انت بلاك تفرط تسويه بهاي اللحظة لكن طبيعة التفكير طبعا الحزب بهذا الموضوع بالموضوع الداخلي عنده هو هجز انه ما يتحول لدور السوري بمعنى يصير هو يعني مضطر يتدخل بكل لحظة نعم ليرعى يعني يفرط تسويه مال لانه هاي بالنسبة لإله إلها سلبيات عنده هذا الهجز ام هو منشغل بأمور يعتبرها اكثر اهمية هذا الدور دور حتى لا يبدو بالظبط على نظام السياسي بايحال لماذا بكر الفرنق الشيعي بإعلان التحالف وتقاسم المقاعد وكيف شفت الزكرة 12 لوسيقى بما يتعلق خلينا نخد بريك انا بدأ احكي فيهم بالتفصيل بعد ما نتوقف مع اول فاطر